آمان قال يا قوم اعبدوا ما لكم من الله غيره أفلا تتقون قال يمنه الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سباهة وإنا لنظنك من الكافرين قال يا قوم ليس في سباهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وهشنكم ناصر همين أوعجبتم أن جاءت لكم من ربكم على رب من جل ينذركم وازكروا إذ جاء لكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آمان الله لعلكم تخلقون قالوا أنت لا يعبد الله وعده ونذر ما كان يعبدها فأخنا فأتنا لما تردنا من كنس من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وبطب أتجازلوا لني في أسماع سميتم وها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من صلقان فانتظروا إني معكم من الانتظرين فأنجيناه والذين بأيوا برحمة من إيمان وقطعنا ذات رب الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا منين وإذا دموت أقاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما بل من إيمان غيره قد جاءتهم ميلة من ربكم هذه لا قتل الله لكم آية فدروها تأكل في أرض الله ولا تبسوها بصموه فيقض لكم عذاب أمين واذكروا إذ جعلكم ملفاء فمن بعد عاجر ومروعة من الأرض فاتخذون من زمولها قصورا فاتخذون من زمولها قصورا وتنهتون الجبال بلوتا فاتكروا آلاء الله ولا تعدوا في الأرض مبسدين ولل فلو الذين تجبروا من قومه الذين استفعثوا لمن آمن منهم أتعلمون أتعلمون أجل طالحا مرسلوا من ربه قالوا إنا بما مرسل به مؤمنون قال الذين استكثروا إنا بالذي آمنكم به كافرون فعبروا لنا قت وعدوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ذالهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ولو صحب لكم ولو صحب لكم ولكن لا تحبون من نظرين الله الله شكرا لكم